السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال فيديو اليوم مخصص للمستوى الخامس ابتدائي الفرض الثاني من الأسدس الأول لنبدأ على بركة الله التمرين الأول ضهو أنجز ما يلي لدينا عملية جمع وأرح في نفس الوقت وعملية ضرب وعملية قسمة نبدأ بالجمع والطرح أولا نبدأ بعملية الجمع أولا نضع الفاصلة تحت الفاصلة حتى في المجموع تكون الفاصلة في نفس المكان 6 زائد 0 6 8 زائد 0 8 5 زائد 4 9 9 زائد 1 10 نمر لعملية الطرح نبدأ بهذا العدد 165.9 ناقص سوف أطرح المجموع الذي حصلت عليه من العملية الأولى الذي هو 109.6 سأضع الصفر هنا في جزء من المئة الفاصلة تحت الفاصلة حتى الفرق تكون الفاصلة هنا 0 6 لا يمكن أضع الاحتفاظ وأنزله 10 ناقص 6 4 9 ناقص 9 0 5 ناقص 9 لا يمكن الاحتفاظ والإنزال 15 ناقص 9 6 6 ناقص هذا الاحتفاظ 5 1 ناقص 1 0 نمر لعملية الدرب ضرب عددين عشريين لدينا في العامل الأول ثلاث أرقام وفي العامل الثاني خمسة أرقام سوف أختار أن أبدأ بهذا العدد هو الأول نجهز عملية الدرب مثل ضرب الأعداد الصحيحة وفي النهاية سوف نضبط وضع الفاصلة في الجداء النهائي سنأخذ اثنان ونضربها في أرقام العدد الأول اثنان في اثنان اربعة اثنان في خمسة عشر ونحتفظ اثنان في تمانية ستة عشر وواحد سبعة عشر اثنان في ستة اثنى عشر وواحد ثلاثة عشر اثنان في ثلاثة ستة وواحد سبعة أعود للسطر أضع نقطة سوف أضرب في الرقم الثاني الذي هو تمانية تمانية في اثنان ستة عشر احتفظ تمانية في خمسة أربعون وواحد واحد واربعون تمانية في تمانية أربعة وستون وأربعة تمانية وستون تمانية في ستة تمانية وأربعون وستة أربعة وخمسون تمانية في ثلاثة أربعة وعشرون وخمسة تسعة وعشرون نمر للرقم الثالث الذي هو ثلاثة سوف اضربه في الارقام الموجودة في الاعلى اذا ثلاثة لكن قبل ذلك سوف اضع نقطتين في الرقم الاول الرقم الثاني واكتب في الرقم الثالث ثلاثة في اثنان ستة ثلاثة في خمسة خمسة عشر والاحتفاظ واحد ثلاثة في تمانية اربعة وعشرون والاحتفاظ خمسة وعشرون ثلاثة في ستة تمانية عشر واثنان عشر ثلاثة في ثلاثة تسعة والاحتفاظ احد عشر سوف نجمع اربعة ستة سبعة وواحد تمانية زائد ستة اربعة سعشر نحتفظ لدينا ثلاثة زائد واحد اربعة اربعة وثمانية اثنى عشر اثنى عشر زائد خمسة سبعة سعشر سبعة زائد واحد تمانية واربعة اثنى عشر زائد خمسة سبعة سعشر ايضا نحتفظ عشر نحتفظ اثنان ثلاثة اربعة واحد نمر الآن للفاصلة لدينا رقم بعد الفاصلة الثاني ثم الرابع أربعة إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة وأضع الفاصلة هنا نمر الآن لعملية القسمة مئة وسبعة سنوى عشرون هو المقسوم واثنى عشر هو المقسوم عليه لدينا رقمين سوف أخذ رقمين اثنى عشر كانفة من اثنى عشر فاثنى عشر واحدة واحد في اثنى عشر اثنى عشر والباقي صفر سوف أنزل سبعة سبعة كانفة من اثنى عشر ولا اثنى عشر يعني صفر صفر في اثنى عشر صفر والباقي سبعة نكتب المتساوي المميزة للقسمة نبدأ بالمقسوم يساوي جداء المقسوم عليه في الخارج الكل زائد الباقي نمر الآن للتمرين الثاني رتب تزايديا الاعداد الاتية الترتيب التزايدي هو ان ارتب من الاصغر الى الاكبر يعني الترتيب يزداد بهذا الشكل اذا هذه الاعداد التي سنرتب كتبتها الواحد تحت الاخر مع احترام وضع الفاصلة تحت الفاصلة الجزء الصحيح هنا والجزء العشاري في الجهات الاخرى كل الاجزاء الصحيحة تتكون من ثلاثة ارقام سوف ارتب بدءا من الياسة لدينا هنا تسعة خمسة تسعة تسعة اربعة اذا اربعة هو الاصغر هذا هو العدد الاول يليه خمسة دائما في المئات هذا هو الثاني ثم ثلاثة من الاعداد التي فيها تسعة في المئات امر لرقم العشارة تسعة مع اربعة ام تسعة خمسة اذا هذا هو الثالث تسعة مئة وخمسة واربعون يبقى تسعة خمسة اربعة تسعة خمسة اربعة في هذه الحالة سوف امر الى الاعشار اذا الصفر الصغر من الخمسة هذا هو الرابع وهذا هو الخامس اذا هنا لدينا رقمين بعد الفاصلة والان رتبنا هذه الاعداد ترتيبا تزايديا يعني من العدد الاصغر الى العدد الاكبر نمر الآن للتمرين الثالث حول ما يلي لدينا هنا قياس الاطوال سوف ارسم جدول التحويل سوف اضع هذا القياس في الجدول خمسمائة وستة وتمانون رقم الوحدات وستة سوف يوضع في الدسيمتر ستة اعود نحو الوراء العشرة تمانية وخمسة في المئات وحول الكل الى المتر المتر جاء هنا في الوسط سأضع الفاصلة كي تكون تمانية هي رقم الوحدات اذا تمانية وخمسون فاصلة ستة نمر للقياس الثاني ستة وتلاتون كيلومتر فاصلة صفر خمسة رقم الوحدات وستة سيكون في الكيلومتر هكذا ستة وتلاتون فاصلة صفر خمسة سأحول الكل الى الدكامتر ها هو الدكامتر يجب ان اتوقف هنا كي يصبح هنا رقم الوحدات يجب ان ازيل الفاصلة من هنا واضع هنا يعني فاصلة صفر لا شيء يصبح ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة هذا القياس وثلاثة آلاف وستمائة وخمسة نمر للقياس الثالث ستة وعشرون مترا ستة في المتر وواحد وخمسون سنتيمترا واحد في السنتيمتر واحد وخمسون الكل اريده بالمليمتر المليمتر هنا يعني سأضع صفرا يصبح القياس هو ستة وعشرون الف وخمسمائة وعشر نمر للتمرين الرابع عبارة عن مسألة بمناسبة عشوراء اشترى تاجر لعبة باثنى عشر درهما للواحدة وباعها بتسعة عشر درهما للواحدة وربح 1750 درهما في بيع جميع اللعب كم كان عدد اللعب وما هو ثمن بيع هذه اللعب اذا نحدد الربح في لعبة واحدة اذا اشترى لعبة واحدة باثنى عشر درهما فهو قد باعها باكثر من هذا الثمن يعني امثله بقطعتين اكبر تسعة عشر درهما اذا هو ربح هذا الفرق بين تسعة عشر واثنى عشر وعندما نسمع كلمة فرق هي عملية الطاح بين العدد الكابير والعدد الصغير تسعة عشر ناقص اثنى عشر هي سبعة دراهم اذا ربح في اللعبة الواحدة سبعة دراهم لدينا هنا في المعطيات الربح في جميع اللعب اذا نأخذ هذا الربح في جميع اللعب واقسمه على سبعة كي احصل على عدد اللعب اذا كمرحلة اولى يجب ان نحدد الربح في لعبة واحدة اذا اما ان انجيب مرحلة بمرحلة او ادمج مرحلتين في مرحلة واحدة عدد اللعب هو نتيجة عملية قسمة يعني الف وسبعمائة وخمسون يجب ان اقسمها على سبعة دراهم انا لم تكن عندي سبعة دراهم في التمرين اذا سوف ازيل سبعة دراهم واعوضها بما تساويه السبعة دراهم يعني اقسم على تسعة عشر ناقص اثنى عشر اذا اكتب هنا عدد اللعب الف وسبعمائة وخمسون نقسم على الفرق بين تسعة عشر واثنى عشر نجيز العمليات لدينا رقم ان اخذ رقم واحد اصغر من سبعة غير كافي واضيف الرقم الثاني سبعة عشر مقصوم على سبعة اثنان اثنان في سبعة اربعة عشر عملية الطرح سبعة نقص اربعة ثلاثة ننزل خمسة خمسة وثلاثون مقصوم على سبعة خمسة خمسة في سبعة خمسة وثلاثون والباقي السفر ننزل هذا السفر سفر مقصوم على سبعة السفر سفر في سبعة السفر والباقي السفر اذا مئتان وخمسون هو عدد اللعب السؤال الثاني هو تمان بيع اللعب تمان بيع جميع اللعب هو سوف نأخذ تم نبيع لعبة واحدة ونكرره 250 مرة وكرره يعني أضربه في 250 إذن 250 مضربة في 19 9 في 0 9 في 5 9 في 2 18 و 4 22 1 في 0 1 في 5 0 في 7 4 أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون بما أنه تمن فهو بالدرهم يمكن أن أجد تمن بيع جميع اللعب باستعمال طريقة تناسبية يعني مباشرة أضع التناسبية وأستنتج هذه العملية عملية الضر ننطلق من فكرة تمن بيع لعبة واحدة هو تسعة عشر درهم إذن أقول لعبة واحدة أمثلها بواحد بيعت بـ تسعة عشر درهم السؤال هو ما هو ثمان بيع اللعب يعني علمة السفام ستكون في ثمان اللعب وليس في عددها يعني نبحث عن الثمن الثمن الموافق لجميع اللعب وجميع اللعب عددها مئتان وخمسون لعباتا إذن بالطريقة المعتادة كأنني أضع الحرف X هكذا أضرب هذين العددين وأقسم على المقابل لعلمات السفام القسم على واحد كأنني لم أفعل شيئا إذن أحصل على مئتان وخمسين ضرب تسعة عشر الكل مقصوم على واحد يعني مئتان وخمسون ضرب تسعة عشر وهو ما وضعناه في المسألة فقط هذه طريقة أخرى لإيجاد العملية المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر